مي ستيودينت النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا ومادة ممتعة هناخد بعض الميديكال تيرمينولوجي بعض المصطلحات الطبية وهناخد بعض الأناتومي بتاع القلب تشريح القلب ومتكون من ايه كلام سهل جدا اول حاجة لازم نعرفه عن ايه كارديو فاسكولار سيستم كلمة كاردي هو قلب فاسكولار بيسلز اللي هي جاء من الاوعية دموية يبقى اللي هو الجهاز الدوري الدموي السيستم يعني الجهاز اللي هو بيتكون من القلب والاوعية الدموية شرايين وأوردة وكده ايه وظفته هو اصلا ربنا خلوه عشان يوصل القلب لما بيضخ الدم بيعمل بامبين كده بيوصل الدم وكل المواد الغذائية الى الانسجة ده اهميته ده وظفته انه الدم يروح له مملوء بالاكسجن عشان السيلز وكمان التيشوز الانسجة اللي في الجسم كلها تتغذى طيب القلب الكاردي فاسكولار سيستم مكاوم من ايه زي ما قلتلكو هارت هو الماسلر بامب هو عبارة عن ماسلز يعني عضلة بامب على شكل مضخة هي اللي بتضخ الدم ولازم الحاجات اللي بتوصل بقى اللي هي البلاد فيزلز هي اللي ايه كانها الطرق الموصلة بنسميها فيول لاين هي امدادات خطوط لاين خطوط الوقود الفيول والترانسبرتشن والنقل والتوصيل ونتوورك هي عبارة عن شبكة يبقى شبكة التوصيل وشبكة النقل ما هي الثلاث انواع الرئيسية من الفيزلز ايه هما ثري تايبز الفيزلز لو تسألنا هما الارتري والفين والايه والكابيلاريز الاوعية الدموية شعيرات الدموية صغيرة يبقى ارتري شرعين فينز اوريدة وي كابيلاريز شعيرات الدموية ما هو البرامري ديفرنسز بتوين ديم وإيه الفرائد بكل سهولة بنقول الارتري ديم اللي هو لونه احمر الفين اللي هو لونه ايه ازرق الارتري هي الشرعين هي الفيزلز اللي بتحمل بتطلع منه القلب تمام هي that lead away from the heart الفين هي ثنر بتكون ارفع منها compared to to arteries مقارنة بالشرعين بتن الدم الدي اكسجينيت الغير مؤكس دي اكسجين منزوع الاكسجين عشان كده بيبقى لون الدم ازرق بتوديه للقلب toward the heart باتجاه القلب من التشوز بتاخده من الانسجة توديه للقلب عشان القلب يعيد ايه تصفيته يبقى الارتري هي اللي بتحمل الدم المليئ بالاكسجين تروح به للانسجة والفينز عكسها الكابيلر زي شعيرات الدموية هي اصغر فيزلز موجودة هي they form the point of exchange هي المكان اللي بيحصل فيه التبادل يعني هي المكان اللي بيحصل بتبادل الاكسجينج تبادل الاكسجين والنيوتريشن مع الفضلات تمام البادي سيركوليشن سيستم اهي اول حاجة هو القلب اللانكس دي الرئتين مهم جدا نعرف ان الاكابيلر هي المكان التواصل وعندنا الدم الاحمر الشرايين الارتريز مهم والبينز اللي هي الوريد دي بس الفكرة بعد كده هنيجي لي القلب التشريح بتاعه بقى اكتر بكل سهولة بنقول ان احنا عندنا فيه عندنا الاناتومي ايه هم لازم نحفظ اسميهم اهمهم التراي كسبت فالب اسمه كده تراي لانه ثلاثي تراي كسبت فالب اللي هو ما كانوا هنا وعندنا عندنا كمان الميترال مترال فالب اسمه ده وعندنا وعندنا مكتوبين اللي هم الاربعة هنلاقيهم هنا تراي كسبت فالب اهمهم على طلوق بالموناري فالب اللي هو بالموناري يعني الرئتين صمم بينه بينه الرئتين الميترال فالب والاورتك فالب اللي هو عند الشريان الاورتي اللي هو الاورتك فالب هنا اه وال بالموناري فالب اللي هنا اوكي اهو هو ده البالموناري فالب وعندنا الميترال فالب اللي هو هنا اوكي طيب لازم نعرف بس كل واحد ما كانه فين بكل سهولة راي كاسبت فالف اهو بيقول كاسبتس ار فلابس of the valves هو بيكون بين الرايت اتريم وبين الرايت فانتريكل طبعا احنا عارفين القزين والبطين فهو بين اليمين واليمين واليمين نحفظ ان هو بين الرايت اتريم والرايت فانتريكل البالموناري فالف بين الرايت فانتريكل والبالموناري ارتري بين الاشريان الرئوي المترال فارب لازم نحفظ انه لفت مع لفت ايبا ده كان رايت ورايت ده لفت وليفت لفت اتريم وليفت فانتريكل اهو المترال اهو اهو هنا بين بين اللفت اللفت طبعا هو اللفت للقلب نفسه مش اللفت اللي في الصورة لان احنا لو بصينا هنا ده يمين الصورة يمين يمين الشخص اللي بيبص دلوقتي لكن احنا بكلم على يمين القلب نفسه عضلة القلب ده اللفت بتاعه لكن ده اليمين اللي احنا احنا شايفين دلوقتي هو ده الجهة اليمين لكن هو لا نقول اللفت اللفت اتريم مع اللفت فانتريكل اوكي اوكي بعد كده عندي الاورتك فالب بين اللفت اتريم مع الاورتا الاورتا اللي هو اهم شريان في جسم الانسان ده اللي هو بنسميه شريان التاجي في العربي طب بعد المصطلحات الطبية المهمة جدا كلمة انجيو معناها فيزلز زي مثلا احنا بنقول الشخص بيحصل له انجيو اوديما يعني تاع الفيزلز بتتعبق لحد اللي عنده حساسية واكل مثلا ممكن ياكل مثلا مادة مثلا احنا بتشوفها مع الناس اللي بتاكل مثلا شريمب اوروبيان جنبري وعندها حساسية منه بينتفخ وشه جدا جدا بيحصل له انجيو اوديما الفيزلز لو عادة موية تتعبق الماء بتنتفخ يعني الاورتا اهو مشتقم الاورتا دي الكلمة بدايتها ودي المعنىها الارتر جاي من ارتري مشتقم الارتري ارتريو برضو مشتقم الارتري اثير دي معنىها اي حاجة لما يكون لونها اصفر وبتسد الشريين اسمها اثيريو زي اثيريو سكلوروزيز تصلوا بالشريين كلمة اثر يعني اصفر اتري جاي من اتريم اتري بعض الامراض عندنا امراض اللي في القلب الانيوريزم ده تمدد في الاوعية الدمامية اسمها لوكال وايدنين تمدد الارتري الشريين وضعف ويكنس ضعف في الجدار بتاعه انجاينة ذبحة صدرية شيست بين قلم في الصدر الشخصي يحس بقلب شديد في صدره اسمها ذبحة الصدرية اسمها انجاينة مهمة جدا من مستلحة الريثمية عدم انتظام نبضات القلب اسمها ابنورمال هارتريت او ابنورمال هارتبيت نبضات القلب غير منتظمة اما سريعة جدا او بطيئة جدا اثيريو سكلوروزيز دي اللي سانا الى فوق اللي هي تصلب الشريين مهمة بسبب ايه انه كتر الشخص بيأكل كليسترول كتير او بفات سنة صلى الله عفل عفل بفات الشريين خلاص بتجمع الدهون هنا وهنا هنا وهنا تصدق لغاية ما تصدق يحصل تصلب الشريين اختصار بتاع مهم مرض مهم جزء في القلب بيموت او القلب فشل في القلب القلب لا يستطيع ضخ عدم قدرته على ضخ الدم بعد كده عندنا الهايبرتنشن ارتفاع في ضغط الدم المرض الضغط يعني ده بقى اللي هو جزء في القلب كده صغير ما بيصلهش الدم فبيموت القلب اسمه هارت اتاك سكتة قلبية كلمة انفراكشن معناها انه جزء من القلب بيحصله دد بيحصله انسجة بتحبقى ميتة الشوق اللي هي صدمة جروب اوف ساين بعض الاشارات والاعراض انديكيت انه ما بيوصلش بلاد سابلاي للانسجة فالشوق دي ممكن احيانا الشخص بيحصل له شوق يعني بتتحول الى اقامة يعني غيبوبة بسبب الشوق بقى انه صدمة تمام لما بيحصل له فاق يعني دايما الشخص بنقول عليه اللي بيتعرض لحريق في جسمه لا قدر الله بحريق شديد من الدرجة الثالثة بيحصل له شوق انه هما بيترعش بعد كده انه جسمه يعني ياما بيفقد السوائل طبعا ويحصل له جفاف طيب يحصل له شوق دي دايما الاشخاص عندهم حروق او او التماس كهربائي المهم انجيو جرافي اي حاجة فيها جرافي هو ريكورد اللي هو احنا بنشوفها ايه ريكوردينج بنشوفها زي تخطيط يعني شان كده وكلمة انجيو قلنا ان هي حاجة متعلقة بال كارديك كاثريتايزيشن الكاثيتر اللي هي قسطرة القلب كارديك انزيم تيست فحص انزيمات القلب دي مهم جدا ايكو كارديو جرافي ايكو هو تخطيط القلب اميج للهارت الكترو كارديو جرافي ريكوردينج الكتريكال اكتيفتي ده الكترو غير الايكو الايكترو ده مبقيس النشاط القلب الكهربائي فكل حاجة من دي تعلمها كلمة بعد كده عندنا تريتمينت بروسيدور بروسيدورز اللي هي البروسيدورز الخطوات او العلاجية ياما بعمل حاجة اسمها كارديو فيرجن بعمل هنا دي ستشارج الاكتراسيتي بفرغ الكهرباء من الريحة للصدر عشان توقف الكارديو كارديو كاريتمية توقف عدم انتظام القلب اندارتيكتومي اي حاجة ناخياتي اكتومي يعني استقصال اندارتيكتومي سيرجيكا ريموفر او دي انر موز ليننج او دي ارتري شريان لما بشيل الجزء الداخلي عشان أشيل الفات الدهون اللي جواه اسمها زراعة قلب دونر حد بيمنحني قلب بيكون شخص لسه ميت والقلب بتاعه لسه حي فبيساخدوه منه ثرابي يعني إذابة الجلطات دراجز أدوية بحقنها في الدم عشان تزول تزوب الكلاتس الكلاتس اللي هي الجلطة طيب بعد المصطلحات بقى بعض الكلمات البريفكس اللي ببدأ به كارديو مهم حفظ زي اسمنا مهم جدا كاليستيرول كاليستيرول يعني كرونو يعني قلب وكارديو يعني قلب برضو سيانو يعني لونه أزرق دايما بقول الشخص اللي بيجيلو نقص في الأكسجين بيحب وشه بيبقى سيانو كده أزرق والأطراف عنده سيانو أوكس مشتقة من أوكسجين بري كارديو بري يعني حول يعني وكارديو حول عضلة القلب حول عضلة القلب فيه غش هكه بري كارديو حول القلب كلمة بري يعني حول فليبو معناها فين أو ريدا سفيكمو بلسز نبضات القلب ستيثو اللي هو القائل الشيست اللي هو الصدر ترومبو قلنا اللي هي جلطة كلات الفالف اللي هو جاي من صمه فالف فالف دي ودي نفس الشي لكن فازو تختلف فازو يعني فيزلز بلوت فيزل فاسكلو فيزلز أوعية دموية بينو بين فينتريكلو الفنتريكل تمام بعد كده عندنا الأنجيو الأنجيو اللي هي الفيزلز الأوعية الدموية والأورتا اللي هو الشريان التاجي اللي اتفقنا عليه الأنجيو قلنا الفيزلز يبقى نحفظ ثلاثة بمعنى فيزلز أورتا أرتيريو اللي هو أرتري شريان وأرتيريو نفسها بس دي وده ERI أثيرو جاية من الأثيروسكلوروزيز والشيء الأصفر اللي بيعمل تصالب شريان وأتريو اللي هو الأتريام وقربنا نخلص الكارديو اللي هو قلب إعادة كولستيرول تاني كورونو الصفحة دي متعادة الأكسو قلنا أكسجين وي بلس الصفحات دي متعادة تاني لكن اللي جديد اللي هو دي صفحة كونستريكشن ناروينج كونستريكشن عن إقباض تضيق ناروينج تيلاتيشن عكسها امتمدد توسع وايدنج إميا أي حاجة علاقة لها علاقة بالدم بنسميها إميا زي أنيميا أنيميا فقر دم جرافي أي حاجة فيها ريكورد أي حاجة فيها تخطيط لايسيز تحليل زي ثرومبوليسيز لايسيز يعني تكسير القلطة ثرومبوليسيز ميجالي تضخم من دايما بقول بتيجي تضخم مثلا بين كياس أو التحال أي حاجة بنقول سبلين سبلينو ميجالي تضخم التحال ميتر اللي هو مقياس ميجر أومة تيومر لاحظ أن ده سافيكس يعني بتيجي في نهاية الكلمة لكن اللي قدام بفوق خالص كان بريفكس زي كارديو كده لكن ده بريفكس سافيكس يعني بتيجي في نهاية الكلمة يعني زي مثلا إيه بقول إيه مثلا إكتومي مثلا أي حاجة إكتومي استقصال الشيء يعني لو قلت بنكرياكتومي يعني استقصال بنكرياس أي كان لانجيكتومي استقصال لانجز الرئتين وهكذا أومة أي ورم لينفومة لو قلت لينفومة يبقى ورم في اللينف اللي هي الأوعية الدموي اللينفوي فالكلمات دي بتجي في آخر الكلمة أومة بحطها في نهاية الكلمة لينفومة أوسز حالة أي حاجة نهايتها أوسز يعني حالة آآ بروسز يعني آآ كونديشن أوسز بلاستي عملية جراحية زي مثلا إيه بقول أي كلمة ونهايتها بلاستي فهي عملية جراحية سيرجيكول آآ سكيليروسيز اللي قلنا قلنا تصلب لما بقول أرثي روسكوليروسيز تصلب الشريين ستونوسيز معناها أي حاجة فيها تايتنينج أو استراكشور في الشكل في الشكل تركيبها تايتنينج تومي جاي من إكتومي قطع تومي معناها قطع استقصال إكتومي أي كلمة بقى بريفكس في بداية الكلام معناها آآ زي آآ نيميا آآ دي معناها غير موجود فقر الدم برادي زي برادي كارديا نبضات القلب ضعيفة دي دي كريز أي حاجة نقص زي كلمة دي كريز داخل الشيء هايبر فوق زي ضغط الدم المرتفع بقول هايبر تنشن أبوف لو ضعف ضغط الدم ومنخفض بقول هايبو هايبو تنشن انتر بتوين بتوين الشيء والشيء بين الخلايا بقول هنا انتر سيلول بري حول سرراوندنج يعني حاول تاكي فاست نبضات القلب ما بتبقى سريعة بقول تاكي كارديا يعني النبضات سريعة دي تاكي دي عكس ايه زي عكس دي بالزبط عكس بريدي كارديا تترا لما يكون بتكلم على اربع اشياء وتراي لما يكون بتكلم على ثلاثة اشياء اتمنى كل المعلومات وفيه ده ما تنسوش لايك طبعا حلو الفيديو كمان اتمنى ان انتوا تدعووا لي دعوة حلوة من قلوبكم وان شاء الله يكون علم نافع يا ربي اتمنى لكم كل توفيق وفي امان الله